موسيقى اهلا بحراتكو في كان الفين تلاتة وعشرين ومسلسل خروج الكبار يأبى ان ينتهي يستمر في كشف كثير من الحقائق لدى كثير من المنتخبات المشاركة تحديدا من كانوا مصنفين ضمن الكبار اسئلة كتيرة حول مستقبل المنتخبات العربية بالاخص الجزائر والمواطن الجزائري يريد ان يعرف لماذا خرج منتخب بلاده من دور المجموعات نصور قرطاج تحلق خارج كأس الأمم الأفريقية وخروج مخيب للأمان للجمهور التونسي خروج يحمل عنوان الإقالة مع الاستقالة استقالة المدير الفني ربما وإقالة منهم قائمون على الكرة التونسية المنتخب المغربي يبقى الرهان عليه رغم الأداء المتوسط في ثاني مبارياته بالبطولة إلى أنه تصدر المجموعة بالفوز على زامبيا منذ قليل ويظل من المرشحين لللقب أما كاب فيردي الرأس الأخضر يصعد متصدرا لأول مرة في تاريخ مشاركاته الأربعة في مجموعة بها مصر وغانا ويجسد حقيقة تقدم إمكانات وقدرات وتطور المنتخبات الإفريقية التي لم تعد تعتمد على فارق اللياقة والقوة البدنية المعهودة التي يولد بها اللاعبون فطريا وما يؤكد ذلك هو تصنيف ديسمبر 2023 إجمال المنتخبات المصنفة على مستوى الفيفا أفريقيا هم 53 منتخب مالي اللي صعدت في صدارة المجموعة الخمسة التاسع أفريقيا بوركينا فاسو اللي صعدت في وصافة المجموعة الرابعة هي الرقم عشر أفريقيا جنوب أفريقيا اللي صعدت في وصافة المجموعة الخمسة ترتبها الـ 12 أفريقيا الكومغو الديمقراطية الثالث عشر أفريقيا كابفردي اللي صعدت في صدارة المجموعة الثانية زي ما قلنا هي الرابع عشر أفريقيا غينيا الاستوائية اللي صعدت في صدارة المجموعة الأولى ترتبها 18 أفريقيا وأنجولا اللي كمان صعدت في صدارة المجموعة الرابعة هي رقم 28 أفريقيا ضمن اربعة وخمسين او تات وخمسين منتخب كوتفور اللي قلنا هنترحم عليها في البطولة وان هي خرجت خلاص بعد يعني اداء حقيقة مخيب لامال صحاب الارض الى انه المغرب تعملها وتساعدها وتعيد كوتفور الى البطولة بعد فوزها على اه اه في المواتش الاخير ده على اه زامبيا بواحد سفر عملت المغرب مع كوتفور زي ما موزنبيق عملت مع منتخب مصر واهدته اه وصافة المجموعة في كان الفين ٢٢٣ هنحلل كل ده وانتابع ردود الافعال المختلفة وهنحاور ضيوفنا ضيوفنا اليوم للمقاش وتصريف الضوء على كل حاجة في البطول معنا للحديث اكثر حوله يعني خروج واسباب خروج المنتخب التونسي وانتابع ردود الافعالي موزن من المشهر وكذلك المنتخب الجزائري واحد من مدربي كرة القدم في الملاعب التونسية والافريقية الايطالي جيوفاني سوليناس مدرب الصفاقسي وكايزر تشيفز الصابق برحب بك جيوفاني على شاشة القاهرة الاغبارية في بداية الامر حاضرت وزاملت وتعملت مع نجوم الكرة التونسية كيف تعلق على خروج منتخب تونس اليوم هل كنت تتوقع ذلك من خلال قراءتك ومتابعتك لمباريات تونس في كان 23 مساءل خيرة نعم هي خيبة امل كبيرة لان دائما ما تكون تونس فريق تنافسي ونعم خروجهم من هذه البطولة جيوفاني ربما كذلك يعني هو مخيب للجمهور التونسي ولكن على مستوى الفني على مستوى الاداء الذي شهدنا في هذه البطولة هل يستحق الخروج؟ ربما هذا سؤال قاسي ولكن هو في واقع الامر يعني يجيب على تساؤلات الجمهور التونسي في نهاية اليوم الملعب المباراة هو من يتحدث عن نتيجة المباراة في هذه الحالة هي خيبة امل كبيرة لمنتخب تونس وهذا يمكن حدوثه في كرة القدم أيضا الجزائر لم يبلغ بلاء حسنا في البطولة يعني افهم من كلامك المنتخب التونسي لم يقدم يعني المطلوب حتى يظل موجود في هذه البطولة هل الحال هو نفسه بالنسبة لمنتخب الجزائر الذي أيضا خرج في مباراة ربما لم يظهر فيها أيضا المباراة الأخيرة أمام موريتانيا تمكن الموريتانيون من فرض بصمتهم فرض سيطرتهم على كثير من مجرات الأمور للأسف وخروج أيضا الجزائر من دور المجموعات نعم في بطولة أفريقيا تونس والجزائر دائما ما يكون فرقا متوقع منها أن تمضي بعيدا في البطولة وتتأهل إلى ربع النهائي على الأقل ولكن في كرة القدم في بعض أحيان تحدث مفاجآت موريتانيا هي من أحدثت المفاجآت أيضا مثل ما فعلت سوريا في كأس آسيا هذه هي كرة القدم وفي بعض الأحيان ملعب المباراة يكون مختلفا عن الحسابات طيب جوفاني رحيل جمال بالماضي مدرب الجزائر هل رأيته منطقيا؟ بشكل شخصي أنا أكن كثيرا من الاحترام له وأعتقد أنه أمر طبيعي هو أظهر كثير من الاحترام والمسؤولية تجاه المنتخب وهذه هي حياة المدربين هي رحلة من الصعود والهبوط يعني ربما لمدرب كرة القدم بشكل عام ولن نستثني مدرب الجزائر من هذا الأمر إذا تحدثنا جوفاني عن جنوب أفريقيا التي أيضا صعدت إلى دور 16 أداءها بهذه النسخة هل يصلون بعيدا؟ في وقت نظري حملت في جنوب أفريقيا هي دولة جميلة ونعم هو أمر قيد لكرة القدم الجنوب الأفريقية التأهل والمضي قدما في هذه البطولة وحياة المدربين دائما ما تتمحور حول النتائج كرة القدم الحديثة ليس أمامنا كثيرا من الوقت إذا لم تكون هناك نتائج يتحمل المدرب المسؤولية ولكن في بعض الأوقات تكون كرة القدم غير متوقعة في بعض الأحيان تتغلب الفرق الصغيرة على الفرق المتمرسة وأعتقد المصولة هذه المرة جيوفاني يعني ربما محت فكرة الفرقات الفرق الكبيرة الفرق الأقل تصنيفا أعتقد لم يعد ذلك الأمر كما أعتدنا يعني أن ربما أن نصدقه أو أن يصبح واقعا أو من الثوابط ربما تغيرت هذه الجزئية أيضا دعنا نتحدث جيوفاني عن مباراة منتخب مصر أو أعمة صعود منتخب مصري دور الستة عشر ربما بشق الأنفس خلف الرأس الأخضر ما وجهة نظرك كيف تقيم المنتخب المصري في هذه البطولة؟ عندما نتحدث عن منتخب مصر نتحدث عن فريق بكفاءة عالية فريق كبير فازوا بأكثر عدد البطولات الأفريقية في التاريخ فمصر نعم ربما لديهم بعض المشاكل في هذه النسخة ولكن أعتقد أنهم تغلبوا على المشكلة بهذا التأهل مصر لديها فرصة كبيرة للمضي بعيدا نحو النهائي لأنهم لديهم معبين جيدين ومدرب جيد فريق جيد يجب أن يقاتلوا على الكأس أعتقد أنه ممكن جيوفاني مع المنتخب المصري ربما هذه بشرة خير الجمهور المصري الذي يتابعنا الآن إذا تحدثنا في سؤالنا الأخير لك معنا عن تجربتك مع نادي النجمة السعودي كيف طورت هذا النادي كيف تقيم هذه التجربة والمحطة التدريبية القادمة التي نود أن نعرفها في ختم هذه المداخلة نعم عملت من قبل في السعودية والآن لدينا تحدي جديد نحاول فعل قسارة جهدنا لتحسين هذا النادي وتطوير المستوى وهي خبرة جديدة تحدي جديد ولكن بالنسبة لمستقبلي لا أعلم بعد هل ترغب في اللحاق بالدور المصري تعيش تجربة جديدة بالدور المصري جيوفاني؟ نعم لأنها دولة تتنفس كرة قدم جيوفاني بثقافة كبيرة في كرة القدم بها عديد الأندية الكبيرة دوري المصري في مستوى جيد مستوى تنفسي فنعم بالنسبة لي إذا حضيت بهذه الفرصة في المستقبل لأدرب في الدوري المصري ونحن نرحب بك جيوفاني على طبيعة الحال دائما ما ترحب مصر بنجوم كرة القدم ومدربيها الذين لهم باع في القرى الصمراء أشكرك شكرا جزيلا جراسيا جيوفاني على مدخلتك معنا ومزيد من التوفيق لك في محطاتك القادمة أشكرك شكرا جزيلا جيوفاني في واحدة من الأخبار اللي ربما كانت متوقعة بعد خروج المنتخب التونسي هو إعلان جلال القدري استقلته من تدريب المنتخب التونسي بعد خروج نصور خرطاش من مجموعات أمم إفريقيا بعد تعدلها مع جنوب إفريقيا جمعت نقطتين فقط من ثلاث مباريات في دور المجموعات من تعدلين وخسارة ودي هي المرة الأولى اللي يخرج فيها منتخب تونس بطل إفريقيا ألفين واربعة من دور المجموعات من نسخة عام ألفين وثلاثتاشر وبعد نتيجة المباراة نجحت جنوب أفريقيا أنها تتأهل لدور الستاشر بعد احتلال وصافة المجموعة الخمسة في سيناريو متكرر لمواجه المنتخب التونسي منذ عشرة سنوات ودع الفريق كأس أمم إفريقيا ألفين ثلاثة وعشرين من دور المجموعات بعد مشاركة كارثية خسرت تونس أمام ناميبيا بهدف دون رد في مستهل مشوارها أعادت إلى الأذهان حاجة نسور قرطاج للإحلال والتجديد في وقت قريب للغاية وخلال النسخة الأربع الأخيرة من كأس أمم إفريقيا بلغ المنتخب التونسي دور الثمانية ثلاثة مرات مقابل تأهله مرة وحيدة للمربع الذهبي في نسخة ألفين وتسعة عشر في مصر حينما حصد المركز الرابع ويرجع آخر خروج لمنتخب تونس من دور المجموعات إلى نسخة ألفين وثلاثة عشر وهو نفس السيناريو الذي صدفه خمس مرات من قبل وتوجى منتخب تونس باللقب القاري مرة واحدة من قبل في عام ألفين وأربعة كل التوفيق لجلال القادري دي رحلة المدربين بتبقى رحلة فيها الصعود وبيبقى رحلة فيها أكيد كمان هبوط وبيبقى جزء من يعني الحياة اللي بيعيشها المدربين هي المكسب والخسارة والتحديات وأكيد ممكن بتوصل للإقالة تعالوا نروح لأكيد أخبار سعيدة بالنسبة لمنتخبات أخرى منتخب مال يقدر أنه هو يتأهل لدور الستاشر بعد تصدر المجموعة الخمسة بعد التعادل مع نميبيا سلبيا جمعت تونس جمعت خمس نقط من الفوز في مباراة واحدة وتعادلين وكمان نجحة نميبيا في التأهل بعد احتلالها المركز الثالث بالمجموعة بأربع نقاط المغرب قدرت أن هي تحسم صدارة المجموعة وتتأهل رسميا لدور الستاشر للكان متصدرة لمجموعتها المجموعة السادة بالفوز على زامبيا بهدف وحيد شهدت مباراة سود أطلس مع زامبيا غياب وليد الرجراجي مدرب سود أطلس بعد قرار الكاف بإيقافه لأربع مباريات وإيقاف التنفيذ في مبارياتين معناه أنه مطشين هيكون موقوف مش هيكون موجود على خط التماس هيبقى بيشاهد المباراة من المدرجات في حال خلال المباراتين دول حصل أو صدر أي شيء جديد هيتم مضاعفة العقاوفة بالتالي يطبق عليه المباراتين الأخرين في عدم وجوده على خط التماس أثناء مباراة المغرب في البطولة بالإضافة إلى غرامة مالية هيتم توقعها على الرجراجي بالأخص ونجحة المغرب رغم ذلك في الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة في دور المجموعات عشان تجمع سبع نقاط الكونغو الديمقراطية حجزت مكانها في دور الستاشر لمواجهة منتخب مصر الكونغو اتعادلت ثلاث مباريات شبيهة جدا بحال منتخبنا الوطني آخرها كان مع تنزانيا سلبيا في الجولة التالتة قدرت أنها تجمع ثلاث نقاط مثل هما جمعهم المنتخب المصري أحرازت هدفين واستقبلت هدفين وموقفها مشابه تماما زي ما بقول لحضراتكم للمنتخب مصري ممكن لها الأفضلية في عدم استقبلها نفس عدد الأهداف اللي استقبلها اللي استقبلها المنتخب المصري على غير عادة المنتخب المصري بيستقبل عدد أهداف كتيرة خلال دور المجموعات يمكن ما حصلتش منذ سنين وسنين نهاية رحلة جمال بالماضي مع محاربي الصحراء كتبها النهاردة رئيس الاتحاد الجزائري إذن مفلسل الإقالات أو الاستقالات مستمر بعد إعلانه فسخ التعاقد مع المدرب الوطني عقب الخروج من مجموعات أمم أفريقيا للمرة التانية على التوالي للمزيد عن مشوار بالماضي مع منتخب الجزائر نتعرف عليه من خلال التقرير التالي كرار قد يراه البعض تأخر كثيرا وهو رحل الجمال بالماضي عن تدريب منتخب الجزائر عقب وداعي محارب الصحراء منافسات أمم أفريقيا 2023 بكوديفورا وأنهى المنتخب الجزائري مشاركته في النسخة الرابعة والثلاثين من الكان في المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات وتولى بالماضي تدريب الجزائر بداية من أغسس 2018 وقاد محارب الصحراء للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده وفشل بالماضي في قيادة الجزائر للتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية وإجمالاً قضى بالماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهزم 7 مرات وسجل منتخب الجزائر مع بالماضي 142 هدفاً واستقبل 53 آخرين وأصبح المنتخب الجزائري الآن أمام مستقبل مجهول بشأن القيادة الفنية للفريق علماً بأنه مقبل على تصفيات مونديال 2026 في يونيو القادم أمام منتخبي غينيا وأوغندا ترجمة نانسي قنقر أمام أفريقيا 2023 كتبت نهاية العديد من المدربين مع منتخباتهم تعالوا نتعرف عليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ماذا عن أجواء اليوم ينضم إلينا مرسلنا من كونتفور أحمد فاروق أحمد بعد التحية أكيد شاهد على أجواء اليوم الأخير من مباراة دور المجموعات يعني في ملخص كده معاك هنعيش الأجواء تحياتي زميل محمد تحياتي من هنا من أبي جان التي تعيش أجواء بهجة لم تعيشها منذ بداية البطولة لأنه حتى عندما فاز منتخب كودي فوار على غيني بيساو في المباراة الأولى المباراة الافتتاحية طبعا لم تكن مباراة استدعي فرحة كبيرة كان فوز بها مفترض طبعا أنه منطقي قبل أن تتراجع طبعا نتائج كودي فوار اليوم كان الجميع يعني منتخب المغرب وكأنه منتخب كودي فوار هو الذي يلعب كانت يعني الجميع يشجع كودي فوار لدرجة أن البعض عندما كنا في الشوارع اليوم نؤدي عملنا كانوا يظنون أننا مغاربة وكانوا يشيروا لنا ويهتفون لنا ويتمنون لنا الفوز يعني كودي فوار عاشت ليلة جميلة جدا جدا وكذلك الجماهير المغربية بالطبع بعد تأمين الصدارة والفوز الثاني في الدور الأول لكن على العكس طبعا يعني بعض الجماهير التونسية قابلناها كانت هناك حالة أحباد كبير جدا جدا طيب أحباد ماذا عن كواليس وأصداء قرار إقاف وليدر جراجي مدرب المغرب طبعا لمدة أربع مباريات غضب كبير جدا جدا غضب مغربي كبير جدا جدا ليس فقط بسبب القرار الذي يتبروه قرار ظالم لكن كمان بسبب توقيت القرار لأن توقيت القرار الرسمي صدر قبل ساعتين تقريبا من مباراة المنتخب المغربي وهذا أمر رأاه الجانب المغربي عجيبا للغاية يعني كيف يصدق قرار حساس ببنع المدير الفني بإيقافه ومنعه من التواجد على دكة البودلاء بالطبع قبل ساعتين من مباراة سمة ومصيرية للمنتخب صحيح كان قد ضمن التأهل لكن التأهل متصدرا كان أمرا مهما للغاية وبالتالي كان هناك غضب كبير جدا وصدر بيان من الاتحاد المغربي يعني يعترض على هذا الأمر ويعترض على العقوبة برماتها يعني لأن الأمور طبعا كانت حساسة للغاية لأن كانت هناك اتهامات بالعنصرية وهذا أمر خطير جدا طبعا أثار غضب الأخوة المغاربة أكثر يعني طيب لو هنكلم عن أصدق خروج توريس والجزائر من دور المجموعات أبرز ردود الفعل اللي رصدتها أحمد ردود أفعال طبعا كانت غاضبة جدا جدا في الجاي على الجانبين خاصة على المديران الفنيان يعني على جمال بالماضي وجلال القادري كلاهما نال قدرا كبيرا جدا من الانتقادات أكثر حتى من اللاعبين البعض رأى أن الإدارة الفنية لم تكن في أحسن حال حتى من قبل انطلاق البطولة ومن قبل مشوار المنتخبين لم يكن هناك تفاؤلا كبيرا على المؤشرات يا أحمد ربما كانت تشير إلى عدم يعني جهزية المنتخبين سواء التونسي أو الجزاري الجزاري بالقدر الكافي اللي يمنحه أنه يصعد أو أنه يروح بعيد في البطولة دي أخيرا دعنا نتحدث عن الأمل التاني معنا بعد المغرب المنتخب المصري بيرحل من مدينة أبجان إلى مدينة أخرى لو تعرفنا المدينة دي طبيعة الجو لأنه دايما بنشتكي أنه ما زالت الحرارة ورطوبة واحدة من المشاكل اللي بتواجهها لعيبة شمال أفريقيا في مباراة دور الستاشر مباراة طبعا مهمة أمام الكونغو الديموقراطية المنتخب يعني يستعد للرحيل إلى مدينة سات سان بيدرو هي مدينة جنوبية ساحلية مدينة من المدن الصغيرة يعني تعداد سكانها تقريبا لا يتجاوز 400 ألف نسمة مدينة للأسف الأجواء بها يعني لا تختلف كثيرا عن أبجان بل ربما أصعب نسبة الرطوبة في سان بيدرو أسوأ من أبجان وهذا هو الأمر المقلق وكان المنتخب المغربي اشتكى من هذا الأمر طبعا المنتخب المغربي لعب دور المجموعات في مدينة سان بيدرو وسألعب أيضا دور الستة عشر لكنها مدينة هادئة وساحلية وأعتقد يعني أن المنتخب اعتاد على أجواء الرطوبة هنا في أبجان وبالتالي لن تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة آخر سؤال قبل النهاية أحمد ماذا عن إصابة ربما أعلن عنها الجهاز الطبي المنتخب المصري عن إصابة إمام عشور بربما كادمة في المخ أو ارتجاج في المخ أو ما شبه ذلك كدمة الرأس يعني صحيح زميلي محمد للأسف أصيب إمام عشور بارتجاج في المخ كما وصفت ارتجاج بالمخ فعلا بعد يعني لم يصطدم بأحد زملائه لكن للأسف يعني أثناء أداء إحدى الحركات في التدريبات ضربة خلفية مزدوجة دابل كيك كما نسميها بلغة كرة القدم سقط على رأسه طبعا أقلق الجميع المعسكر انقلب رأسا على عاقب بعد هذا لكن الحمد لله يعني نجحوا في الاطمئنان عليه ذهب إلى المستشفى السريع وتأكدنا أنه سيحتاج فقط لمتابعة لمدة 24 ساعة بعدها طب الحمد لله ربما دي أخبار تطميننا يا أحمد بشكل عامل منتخب في حالة بدنية وصحية جيدة باستثناء إمام اللي تطميننا عليه ربما بكرة نقدر أن نحن نأكد خبر مشاركته إن شاء الله بإذن الله بشكل أو بآخر مع مصد المباراة قديمة بشكرا شكرا جزيلا أحمد فروق مرسلنا من أبي جان دايما معنا بتوفينا بآخر الأخبار بشكرا شكرا جزيلا قارة أفريقيا هي مصنع المواهب لكنها خارج القارة تنشط في منتخبات أخرى التقريضة هيعرفنا على أغلى اللاعبين من وصول أفريقية مع منتخبات أوروبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 اه كابتن ضيا المنتخب التونسي هل حال وحال المنتخب الجزائري أم لك برضو وجهة نظر عن أسباب خروج المنتخب التونسي بالعكس المنتخب التونسي في حال التراجع أشد من المنتخب الجزائري لأن تونس البطولة اللي فاتت عدت المجموعة وكسبت كمان نيجيريا في دور الستاشر وده واحد راحت لدور التمانية لكن تونس فيها تأخر شديد جدا في الشغل التحضيري تحديدا ام يعني اكتفوا بالكابتن جلال القادري القادري يعني مش على مستوى المنتخب استقلته بالمناسبة ده على طول من قبل ما يجي لانه الجمهور ساير البلد كلها سايرة يعني الوضع صعب جدا انك تجيب نقطتين وتجيب جول واحد فالقصة قد صعبة جدا يعني انا اتفرج على ما تشاهدون نفس النهاردة تقريبا ما فيش فرصة ضاعت تقريبا ما راحوش وهم محتاجين انهم يكسبوا يعني اللي محتاجين انه يكسبوا على الاقل يكون مضايع له تلاتة اربعة فرص في الشوت الواحد لكن هما ضاعوش فرصة طول التسعين دي اعتقد الخروج سواء لمنتخب الجزائر او منتخب تونس هو جرس انظار اه ليس فقط على على المستوى اللي ظهر به المنتخبين في البطولة وانما جرس انظار فيما يخص عادة ترتيب الاوراق عادة ترتيب منظومة الكورة لو فيه بعض النقاط اللي محتاجين يشتغلوا عليها الخبراء والمحللين في البلدين على طول بيتكلموا في ده عادة المنظومة الكروية شفت الناس كتير من التوانسة بيتكلموا في ده انه ادارة الكورة عموما كلها محتاجة انها تتعدل بشكل جميل جدا عشان تقدر تشوف نتائج ملموسة على ارض الواقع وده اللي هيخلينا يا كابتن ضيا نروح بقى المنتخب المغرب اللي بيمثل نموذج افضل اكيد اه نيابة عن المنتخبات المغربية كابتن ضيا كان يعني مش مش راضي يدي حكم اه اه يعني شامل الا ما يشوف منتخب المغرب بعد ثلاث متشاط واختقد ده اه اه سبب وجيه جدا ان احنا نحكم على المنتخب اثناء المباراة مش المنتخب اه منتخب المغربي في المباراة لو نقدم اداء كويس منتخب الموتش التاني كان اداء ومتوسط المباراة التالتة الاخيرة منذ قليل اعتقد ادر ان هو اه يعني يخرج بالمطلوب بالفوز وريح بعض النجوم منتخب المغرب اه يعني تحليلك ليه منتخب مغرب اه النهاردة انا شاف الشوط الاول كمان من احلى الاشخاص اللي عبوها من فترة طويلة اه هجوم ضاغط اه ميس باس قليل جدا بس اضاعة فرص طبعا رهيبة يعني وصول المرمى اكتر من مسلا سبع تمن مرات اه والميزة ان هما متنوعين يعني فيه من ناحية اشرف حكيمي اه ومن ناحية تانية كان اناحي اه من وسط من النص من من بوفال ففيه تنوع في في الكور في شوط من بره التمنتاشر كتير جدا لكن ما حلفهمش الحظة في شوط الاول لكن ضعوا جوان كتير جدا بس انا كنت مستمتع انا اتفرج على شوط الاول تحس ان انت المباراة مباراة قوية جدا اه اه فرقة زنبيا اه قامت الشوط التاني لما حسوا بالخطر شوية اه مع تراجع طبعا اه فرقة المغرب كنت تتكلم انا كنت تضيع على الموضوع ده اه يمكن اما كنت شفت لسه الشوط التاني جيت في اخره فكابتل ده قال لي المغرب تراجعه فا اه كان واضح جدا ولكن اه رجع تاني المغرب اللي غيرت اخر ديه كانوا ضعوا جوان كتير جدا برضو مغرب فرقة قوية فرقة اه عنده كوادر برا كتير النهاردة كان في لعبة عنده عشرين سنة بيلعب من بداية المباراة وده يمكن النقطة اللي كنت تكلم عليها كابتن تامير نقطة مهمة جدا ان انت زي عندك عناصر تقدر تا ايه يعني تحيي المطش او ان هي تغير شوية من ديناماكية المطش لو المطش شوية فيه تراجع لأدائك ان انت زي اه تطعمه ببعض العناصر اه كابتن ضيب حكم ان انت يعني كابتن وكنت موجود على خط التماس كتير غياب وليد الرجراجي اه لاربع مباريات بسبب وقع حصلت في المباراة السابقة اه اه قدت ان هو يتم ايقافه اه الا اي مدى عدم وجود مدرب على خط التماس يأثر على اللعيبة خاصة انت عندك خلاص المباراة الاقصائية دور الستاشر المغرب حيلعب جنوب افريقيا برضو منتخب متماسك وبيلعب كرة لا بأسة بيشوفنا النهاردة يعني كرة كويسة يعني وجود المنظومة كلها خصوصا المدير الفني على الخط طبعا بتبقى مهمة لكل اللعيبة ومهمة لكن مع مدرب بقاله فترة مع اللعيبة مع جهاز مساعدين معاه بقالهم فترة مع اللعيبة فالامور بتبقى لحد كبير اسهل يعني اه لكن طبعا الايقاف هيأثر على وليد ويأثر خصوصا في الامورات الاقصائية بتبقى فيها يأثر بقى ازاي يا كابتن يعني بحيك بك انت تتواصل بقى مش قادر تتواصل التواصل بيبقى موجودة حصلت لنا دي في النهائي انا اللي كنت واقف بيقعد اللي فيه السماعات او الكمنيكيشن بينه وبين المساعدين والتعليمات بتوصل حتى دلوقتي المحللين نفسهم بيعودوا بسماعات وبيوصلوا كل خمس داي على تحليل الفرقة المنافسة وتحليل فرقتك في الحتة دي الحتة دي لازم تتعامل لازم يبقى فيه تغيير في المنطقة دي الامور بقت سهلة يعني الامور سهلة ما فيهاش صعوبة مع فرقة متجنسة وكلهم محترفين واشتغلوا كتير كتير مع وليد الركراقي ومع مساعدين وتحديدا بقى لهم فترة بتبقى الامور ما فيهاش صعوبة لكن طبعا يفضل انه يبقى موجود اكيد اكيد لغينا عنه تعالوا نتفرج بقى على دور الستاشر وشكل المنتخبات اللي هتقابل بعض ونبتدي يعني نخضها كده مباراة مباراة على الشاشة هيظهر معنا المباراة الدور الستاشر طبعا يعني ممكن نبدأ كلامنا عن اللي هيظهر في البداية الكاميرون ونيجيريا الكاميرون ربما صعد بشكل انفس الاحاد المان منتخب نيجيري احرص ثلاث اهداف المجموعات رغم وجود هداف دوري الايطالي وافضل لاعب في افريقيا فيكتور اوسيمان منتخب بيقدم كرة دفعية حسب المتابعة وعقيم هجميا الكاميرون منتخب مفكك خططيا ما عندوش النجم بارس صعد برضو زي ما قلنا بصعوبة في مشاكل في غرفة الملابس خاصة مع الحارس اونانا فا ام يعني رؤيتك لمباراة الكاميرون ونجيرة كابتن تامي يعني شايف ان هي لحد ما متكافأة خالي بقى لك برضو المجموعات حاجة ايوة واللي جاي حاجة تانية خالص انا بجمع نقط بحاول احافظ على بشوف الفرق اللي جنبي عملت ايه انما هنا خلاص هو ناكاوت هخرج هخرج شكرا مش هرجع تاني فهنا هتلاقي الطريقة اختلفت السلوب هنا هيبان بقى شغل المديرين فنين بقى الامتة كان بيجمع نقط امتة بيحافظ على ابته امتة يعدي مرحلة يبان هيكسب ازاي بقى هنا ازا تكسب هو مطش واحد امم انا شايف مطش الكاميرو ناجيريا على الورق انا شايف ان الى حد الاول اتنين عندهم لخبطة شوية يعني ويكون يمكن نقول ناجيريا يمكن إلى حد ما متماسكة أكسنة ولكن برضو الكاميرو اللي في الأدوار الإقصائية هتلاقي المضوع مختلف تماما هتظهر شخصية كل الفرق بشكل متاني خالص طبعا طيب يعني الغينية الاستوائية وغينية الغينيتين ورائبين من بعض ورائبين من بعض هتلاقي كل الفرق يعني المجموعة دي اللي انت غيبها كلها شاربا زي ما قالت امرت شغل المدربين ليه لانه المرحلة دي فيها تسعين دقيقة او مئة وعشرين دقيقة او ضربات ترجيح فمحتاجة صبر ومش محتاجة اندفاع ومحتاجة تقسيم للمباراة ومحتاجة في الزر الرطوبة العالية والجو اللي موجود محتاجة انه يبقى فيه زكاء في التعامل فشغل مدرب 100% توزيع مجهودك خلال التسعين دقيقة نظرا لارتفاع ضربات الحرارة لانك انت الماتش ممكن يخلص في اول دقيقة او في تسعين دقيقة او في المائة وعشرين دقيقة انا جربت نعبنا تلاتة مائة وعشرين دقيقة فهي قصة كلها محتاجة شغل الدماغ تشتغل يبقى الجهاز كله مسحصح على الخط على المدير الفني ويقدر التاكتك بتاعه يخدم يخدم النتيجة يخدم النتيجة اللي انت عايز توصلها ايا كانت من ثلاث حاجات اللي اقول لك عليهم اللي كل شيء وارد الوقت الرسمي او الاضافي او ضربات الجزائج طيب واحدة من المباراة اللي هي يعني الناس بتندور اليها يعني ان هي مفاجأة مفاجأة وقود موريتانيا وكاب فيردي نتنين في دور الستاشر يعني الى انه خلينا نقول على اقل كاب فيردي رغم ان هي جزيرة صغيرة كما يعني ينظر اليها الى ان نجومها او لعبت قوام المنتخب هما بيلعبوا في الجزيرة التانية جزيرة اوروبا في البرتغال بيلعبوا في البرتغال فربما على الورق يبان انه هي مفاجأة بس هما عندهم لعيبة بتلعب في دوريات تقيلة ومحترمة ولو خدنا كلمة محمد صلاح انه اغلب افريقيا دلوقتي بقت بتوزع لعبتها من صغر سنهم للبطولات الاوروبية والمسابقات الاوروبية فبالتالي بينطج عنها اللي احنا شايفينه دوت واصبحت الفروقات مش موجودة بل اه بقى في قدرة وتكتيك وفي اداء يعني موروتانيا كمان قدرت تعمل مفاجأة امام الجزائر وقدرت انها تفوز على الجزائر بقوتها الضاربها بمدربها موروتانيا عملت يمكن موروتانيا هي اللي ممكن تكون مفاجأة صادها لاول مرة هما الفريتين الفريتين مفاجأة الفريتين اه يعني فريتين كابفرد وموروتانيا هم خارج الحسابات تماما فانت مش ما 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 تتخيلش انهم يوصلوا هنا ويوصلوا تماما بالاداء ده يعني طبعا كابفردي هنقول انهم هم مزامين اكتر طبعا عندهم بردو سكوات كله اللي بره اللي جوا بيعابه بره كلهم محترفين وده كان الاتجاه في افرخة من اكتر من عشرين سنة بس كان للفرق كبيرة زي كودوفور وزي بالكاميرون وغانا لكن واضح ان الفرق اللي احنا بنقول عليها صغيرة اه كان عندهم اتجاه بقاله فترة طويلة مشاريع مشاريع يعني كلمة صغيرة دي اعتقد ما عادتش موجودة طبعا اتجاه يعني اتجاه بشكل منظم وده النتيجته لان فيه اداء في الملع مش مجرد فرق بتوصل بالصدفة نبحتهم نتكلم دلوقتي على غينية وغينة الاستوائية اه يعني مفيش من هنا لكاميرون نجيري ومالي مالي بس اللي هم كنا بنقول عليهم الفرق لكن خلاص الدنيا تغيرت اه يعني لو قولنا مورتانيا كابفيردي اه اي نعم طبعا ما خدوش بطولات اه قبل كده ما عندهمش مجد او ماضي او تاريخ يستندوا اليه ولكن هم دلوقتي عملوا بطولة بيعملوا بطولة وبيعملوا تاريخ يعني بيصنع تاريخ لنفس يحط رجلهم بشكل على فكرة بشكل محترم جدا وشكل قوي وشكل يخليهم فنيا شكلهم كويس مش مجرد ان هم وصلوا في بطولة وكملوا بوركي نفسه ومالي برضو من المنتخبات اللي هي يعني ممكن تقول مش اقو حاجة فنيا بس قدمت ما هو مطلوب لصعود بوركي نفسه من البطولة اللي فاتت وباين ان هم في تقدم يعني يعني ماشيين بتقدم كل مرة بيدخلوا دايما برضو المرة اللي فاتت عدوا دورين عدوا دورين فمالي معروفة مالي انها دايما منتجة لعيبة مصدرة لأوروبا برضو فرقة قوية الخطوط بتاعتها متناصقة بشكل كبير جدا عندها محترفين كتير اكتر من بوركي نفسه لكن المطلوبش هيبقى سهل زي ما قلتلك الادوار دي ليها حسابات كتيرة جدا طبعا باقي المنتخبات عايزين برضو ان احنا نظهرهم علشان الكلام اكيد هيحلو مع الصفحة التانية اللي هتظهر لنا دلوقتي وكيف ولماذا ومن اين سيتخطى المنتخب المصري والمغربي لو هنكلم عن يعني طبعا في البداية نميبيا وانجولا برضو كان ليهم مشوار لا بأس بيه بس خلينا بقى يعني نخش في فيما يخص مشاهدي القيارة الاخبارية المشاهد العربي جنوب افريقيا المغرب المغرب عندها مباراة اه يعني شايفة ازاي لحد ما قوية طبعا ماتش قوي جدا جنوب افريقيا فرقة اه ممكن ما عندهمش اللعبة الافزاز ولكن جماعيا هم فرقة منظمة جدا منظمين عارفين يلعبوا امتى يعلوا اللعب اه يعلوا رتم الماتش امتى وامتى يهدوا اللعب اه فده ده اكتر حاجة ممكن تتهب المنتخب المغرب اه منتخب المغرب طبعا عنده بقى عنده لعبة كتيرة على مستوى عالي حقيقة كافراد وكجماعة طبعا اه عندهم جون قوي جدا بصراحة يعني بونو فارق معهم جامد جدا حقيقة عنهايل اه وبرضو بونو كواس جدا في ضربات الجزاء فا اه المغرب جازة يعني المغرب جازة وجنوب افريقيا جازة هي بقى صعب الماتشات اللي ممكن توصل ل120 دي اه طيب منتخب مصر والرحلة مستمرة مع منتخب مصر رغم السعود اه يعني المتواضع خلينا نقول انه موزنبيق ساهمت بشكل اه كبير اه ما احنا ننسى الدور الاولى خلاص خلاص مش هنقدر ان احنا نقيم منتخب مصر على دور المجمعات نسخة جديدة النسخة العالية الليفل العالي من منتخبنا ان شاء الله في البطولة دي الكنغو اه احنا شفناها قوية جدا قدام المغرب اه وهي بتتعادل واحد واحد شفنا قد ايه عندهم سرعات وقد ايه عندهم حتى البودلاء عندهم دكة كويسة جدا اه معهم ودر بيشتغل في مصر وعارف حاجات كتير عن الكرة المصرية لغم انه خلاص احنا شفنا كل الفرق شافت بعضه في البطولة اه مش هيبقى منافس سهل هيبقى منافس قوي زي ما قلتلك كيف سيحضر فيتوريا لهذه المغرب لازم يحضر للمعنى اي مدرب في التحضير في الادوار دي بيحضر على الثلاث حاجات اللي انا بقولك عندي انك تخلص الماتش بدري ما اخلص بدري تبقى عامل حسابك في المائة وعشرين دي خبالك كل ده داخل فيه محمد اللي يلعب وتامر ينزل امتى وما ينزلش امتى خاص بالتبديلات بتخش في الوقت الاضافي ليك تبديل اضافي ليك تبديل تاني اضافي فوق الخامسة حاجات كتيرة احداث ممكن تحصل لازم تبقى مستعدلها حتى ضربات الترجيح بتبقى مشغال عليها ومحضر اللعيبة بتاعتك بشكل كويس اللي هتشوت ومحضر شكل اللعيبة التانية اللي بتشوت وبتوريها الحارس المرمى بتاعك كل ده في الاناليز حلوة قوي كل ده في الاناليز طيب احنا دلوقتي حصل بعض التغيرات اه اللي اتفردت على المنتخب خروج اه الشناوي من الحزبة نظرا للاصابة هيبقى ديرو اعتقد بالنسبة كبيرة ابو جبل اه القوام اكيد المفروض انه اعتقد يعني كمحلل القرارة الاخبارية استقرته على اللي يقنعكو ان هو يقدر يقوم بالدور. تمام اللي يقنعه. ما هو يظهر اه روي بتوريا تقريبا سمعكو لان التشكيلة اللي شفناها. لازم على كل مصر. اه. بس سؤالك الحاجة اه. بس سواء اللقتي فيه نقط لازم لازم اكيد هو يشتغل عليه. اول حاجة منتخب مصر اه هجوميا عندك حلول. سواء كان عندك حلول فردية بعض الجماعية بعض الزي ما شفنا المطش اللي فات فيه حلول. لكن نمرة واحد منتخب مصر اول مرة يخش في ستة اهداف تلت مباراة. اه. ده نتيجة عالية جدا. جدا. فيبقى هنا لا يمكن في رأة تاخد بطولة وهي لدفعها بالمنظر ده. ارجع سالك هل فيتوريا هيغير من الدفاع? لازم لازم يلعب. المشكلة مش في التغيير سوريا تامر. اه. فضل. مش في تغيير افراد. مش في الناس بتكلم في انه هقول لك اللي بيتقالها كابتن اه انه عبد المنعم اه وجوده مع اه حجازي مش قادرين يوصوله. مطولة اللي فاتلت لعبوها كلها مع مع مع. مستقع عام. مالهاش دعوة خالص بال بالافرادة مليش دعوة بكلام طبعا الناس العادية. في حاجات بتبقى لازم فنين جوه. طريقة اللعب لازم تختلف. لان ما طبعا اللعبة دي لعبت مع بعض قبل اكت. وعملوا شغله كويس جدا. يعني انت 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 الشكل والقوام انت كابتن ضايا قال. التعامل مع التمركز الدفاع الاخطاء اللي ظهرت. كابتن ضايا قال. حاجة مهمة جدا. مم. المطش ده لازم بتحط له تلات سيناريوهات. مش سيناريو واحد. مم. انت ومش كاما سبقا مش كاما مش تلاتة بقى ستة. اللي اللي فيها قدامك برضو بتلات سيناريوهات. مم. عندك لازم تحط حسابك. في مئة وعشرين. مئة وعشرين دقيقة. مم. لازم بدنيا ممكن تبقى في كواس قوي تسعين دقيقة. تمام. تيجي في في الديئة اه خمسة وتسعين كل ده ينهار. لو انت مش حاطط اسلوب لعب تعرف. تبقى فيه مخزون للعيبة انه يقدر يكمل المئة وعشرين دقيقة. عشان يقدر يكمل. كلمة اخيرة كابتن ضايا عشان احنا خلاصها اللي. لا التوفيق كل التوفيق اللي منتخبنا والفيتوريا تحديدا. مم. في ادارة الجيم ده او ادارة الادوار اللي جاء ان شاء الله نوصل لابعد حاجة. لانها لها استراتيجيات مختلفة خالص. اه اه عندنا ست ايام بنشتغل فيهم. ان شاء الله يبقوا كافين انه يقعد ويتفرج ويحلل ويختار الحاجات الانسب لنا. بإذن الله. بإذن الله. كل التوفيق بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. رؤية تحليلية صائبة. ودائما يعني ما تقدمه اضافة للقاهرة الاخبارية. ودائما منتظرين منكو الحضور البراق. شكرا جزيلا. شكرا. 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 دائما منورنا. وبكده نكون وصلنا لحياة نهاية حلقتنا النهاردة كان الفين تاتة وعشرين الاقالات المفاجآت. ودلوقتي خلاص اه ننسى ما هو فات ونركز في ما هو قات مع منتخبنا المصري امام الكونغ الديموقراطية وكذلك المنتخب المغربي امام جنوب افريقيا الحديث يستمر على كان الفين تاتة وعشرين. ابقوا معنا. ولكم كل التحية دمتم في عمل الناس. اشتركوا في القناة